الأكل وسيلة رائعة لجمع الأحباب في كل الأعياد والمناسبات وأنا بحب الطبخ جدا وخاصة الحلويات وأكتر حاجة أتلاقوها عندي في صفحتي هي الحلويات بحب طول الوقت أطور من مهاراتي وتعلم كل حاجة جديدة في مجال الطبخ والتعليم طول الوقت هو طريق النجاح لأي حاجة بتحبها أنا فاطمة محمد ودي صفحتي ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يصلك كل الفيديوهات الجديدة ولو بتشوفوني من على الفيسبوك أعملوا فلو بسرعة عشان ما يفوتكوش أي حاجة النهاردة بقى هنعمل مع بعض حلويات بردة سهلة جدا ومكوناتها بسيطة ومتأكد أن هي هتبقى موجودة عندكم في كل بيت أي حد يشوفها هيقوم يعملها على طول من كتر ما هي سهلة وفي نفس الوقت حلويات بردة مناسبة جدا للحردة هنعملها بالبسكوت وبالشوكولاتة يلا ندخل على طول في مقدير الوصفة أول حاجة معنا 500 ملي من الحليب الدافي وهنحط عليهم معلقة كبيرة من الجلاتين معلقتين كبار من الككاو الخام ومعنا 32 كباية سكر ما يعدل 80 جرام من السكر هنستخدم بسكوت الشاي العادي وهي كمان قطع شكولاتة حليب أو دارك أو ليه شكولاتة الخام بتاعة المطبخ أي حاجة هي كانت عاملالي حوالي 5 قطع كده من الشكولاتة ولو هنحسبها بالجرامات فهي 80 جرام من الشكولاتة أو 32 كباية شكولاتة برضو هنحط الحليب ونحط عليه كل المكونات هنقلبهم كده الأول على البارد الحليب بيبقى دافي عشان الجلاتين ما يكتلش معنا فهنحط الحليب وهنحط عليه الكاكاو والجلاتين وهنقلبهم وبعد كده هنحط عليهم الشكولاتة ونرفعهم على النار لحد ما يغلم هنستمر في تقليب ومش هنوقف تقليب خالص لحد ما تغلي معنا عشان بس الشكولاتة ما تتحرقش معنا وأول ما تغلي معنا كده بنرفعهم على النار وبنبدأ نعمل الطبقات بتاعتنا في المرحلة دي احنا عايزين نحط طبقات الشكولاتة والبسكوت بس بس انا كنت عايز اقلبها عشان اصورها لكم وقطعها لكم فكل مرة بنحطها في القالب عمرها ما بتقلب معاكم كده بسهولة وبتنزل من غير ايه المساعدة طبعا مش هينفع ورق الزبدة هيبوش معايا بسرعة فاستخدمت الفاكيوم وحطيت عليه لزق دابل فيس كده ولزقته في قاعة القالب بتاعي علشان لما ايه اقلبه ينزل بسهولة ويبقى في حاجة فصلة ما بينه وما بين القالب حطيت اول طبقة وبعد كده حطيتها ربع ساعة في الفريزر تمسكت بس عشان تقدر تشيل طبقة البسكوت وبعد ما حطت اول طبقة بسكوت هحط عليها طبقة شكولاتة كمان وهحطها في الفريزر كمان ربع ساعة لحد ما تتماسك وتقدر تشيل الطبقة التانية من البسكوت وهكذا لحد ما خلص كل طبقات الشكولاتة والبسكوت اللي عندي وبعد ما بنخلص كل طبقات البسكوت والشكولاتة بنحطها من ساعتين لأربع ساعات في التلاجة ويفضل نسيبها لتاني يوم طبعا وبعد كده نقطعها هتبقى متماسكة معانا أكتر بكتير وهتبقى حلوة جدا بجد طلع طعمها عكس لكل توقعاتي وطلع طعمها حلوة جدا وعلشان تطلع معاكم حلوة كده هقولكم على حاجة بجد لازم تهتموا بيها وهي نوع ككاو اللي انتو بتستخدموه لازم تستخدمو ككاو نوعو حلو ومش كل الككاو اللي موجود في السوق نوعو حلو فاروحوا اللي بتوع مستلزمات الحلويات واجيبهم ككاو أسباني هو ده الككاو اللي أنا بستخدمو على طول في حلوياتي وبس كده وشكرا بجد لكم وشكرا للمتابعة